طيب ناخد هذا الأمر ونجع تاني لملف التعددية السياسية جزء من التكوين الثقافي حتى في الأحزاب تلك القضية الأحزاب حزب التجمع حزب المؤتمر كل الأحزاب الموجودة على الساحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل توجهاتها أجمعوا على دعم القضية بكافة أشكالها بكافة أشكال الدعم فنكتشف آه ده محرك رئيسي لأن ده جزء من الفكر القومي لدى الجميع الفكر القومي مش بس هو فكر الدولة الوطنية المصرية ولكن امتداداتنا العربية وجزورنا وأفكارنا وحضاراتنا الحضارة الممتدة بتأبى كل تلك الأمور وخلينا أقول لحضرتك أيضا الممارسات دي كشفت عن قبح من يدعون الحرية ويدعون الديمقراطية وكذا واللي كان ممكن الشباب في توقيت معين يعجبوا بهذا الخطاب أو بتلك الثقافات فاكتشفوا في هذا التوقيت إيه ده هذا الكم من القبح غير معهود هم دول الناس اللي بيكلموا على الحريات هم الناس دول اللي بيكلموا على العدالة والمساواة أمام القانون وكذا بيقفوا قدام شعب أعزل في هذا الكم من الأطفال بيتم يعني تجوحهم وتعطشهم وقتلهم على مرأة ومسمع الجميع ومع ذلك هذا العالم الغربي اللي احنا كنا ممكن نشوف ثقافته وجذابة بالنسبة لنا شايف أن دول مجرد حيوانات بشاية القضية دي حركت كتير لدى الشباب ووضحت الكثير لدى الشباب فيه إطار تاني أنا النهاردة أيضا المشهد ده واللي أنا بقوله اللي حصل حراك ديمقراطي ابتداء من تنسيئية شباب الأحزاب والسياسيين هؤلاء الشباب اللي قالوا إنه ممكن اليسار واليمين يجلسوا على طاولة واحدة ويبقى فيه بينهم لغة حوار ثم دعوة الرئيس للحوار الوطن ثم الأحزاب السياسية اللي قعدت وكلمت عن أطرحتها وأفكارها وصولا لهذا المشهد السياسي اللي في تأدير مشهد مهم احنا بالمناسبة احنا تجربتنا في انتخابات رئاسة مش تجربة طويلة زي ما البعض بيتخيل دي خامس انتخابات رئاسة في عمر الدولة الوطنية المصرية وتالت انتخابات رئاسة بعد 2013 احنا كان عندنا قبل كده استفتاءات وغيرها من الأمور وقبلها الملكية الدستورية وغيرها فانت أمام هذا الحدث الجديد تمام واللي مصر مارب به خمس مرات بس والنهاردة بتتكلم على أربع مرشحين لرئاسة الجمهورية منهم الحزب الديموقراطي الاجتماعي وبالناس بتبص على الأفكار والناس بتبص على رؤية مصر 2030 المعروضة من الدولة الوطنية المصرية وفكر الجمهورية الجديدة بتتفرج على البرنامج الخاص بالمرشح لأستاذ فريد زهران أستاذ عبدالسند يمام عمل برنامج كذا بيتناقشوا فيهم أنا مثلا كنت قاعد بشوف البرنامج الخاص بالحزب الديموقراطي الاجتماعي ومثلا لديع فيه عدد من الملاحظات وإحنا بنتكلم على وصيقة ملكية الدولة أنا أتمنى وإحنا بنتحدث عن الأفكار ما ننسلخش عن أفكارنا الأيدولوجية يعني أنا عهدي على الحزب الديموقراطي الاجتماعي اللي هو جزء من الاشتراكية الدولية وجزء ليه عدد من الأفكار اليساية لكن كنت أتمنى مثلا وبديها نصيحة إلا أجد حاجة حوالين اقتصاديات التعاونيات ومدى أهميتها موجودة بشكل مفصل في البنود تمام لكن لقيت أن أول بند من البنود هو تخرج الدولة من القطاع من القطاع الاقتصادي نشط الاقتصادي طب إزاي طب فيه وثيقة ملكية الدولة فيه حياة تنافسي فيه عدد من الأمور ممكن تصار فيه هذه النقاشات احنا محتاجين نعمل نقاشات حوالين برامج الديمقراطية الاجتماعية حوالين برامج الشعب الجمهوري حوالين برامج حزب الوفد لأن فيه كالعديد من الأمور ممكن حوالين ترتيب الأولويات داخل تلك البرامج العديد من الأمور هو دوت الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ألهام في تلك المرحلة وتبقى فيه عدد من المناظرات تنسئية شباب الأحزاب والسياسيين عملت العديد من المناظرات في عدد من القنوات عملت العديد من المناظرات الناس تطلع وتتكلم وتقول أراءها وأفكارها وأطروحات والنهاردة ما تبقاش البرامج دي مجرد عنوين لا يبقى خلفها عدد من الأطروحات وانت بتكلمني في وصيقة ملكية الدولة وصيقة ملكية الدولة قسمت أنشطة الاقتصادية لثلاثة أنشطة رئيسية أنشطة لا هي جوز الدولة أنها تتخرج منها وأنشطة يكون فيه شراكة مع القطاع الخاص وأنشطة يتم التخرج منها بشكل تدريجي والقصة التاريخية لدخول الدولة هي الدولة دخلت مضطرة ولا دخلت علشان تنافس في الاقتصاد دخلت في 2011 وفيه قطاع خاص ولا فيه حالة تخرج القطاع الخاص من السوق فكان قدام الدولة أمر من اتنين إما تسيب الأنشطة الاقتصادية للانهيار أو أن تتدخل لتنقذ هذا الاقتصاد ما ينفعش برضو إحنا بنتكلم على الحالة الاقتصادية نفصلها على الحالة التاريخية التي توجد فيها تلك السياسات من ناحية نتكلم على استراتيجية الدولة في الحياة التنافسية وإحنا بنتكلم الدولة أطلقت وصيقة عظيمة أتمنى الجميع يقعوها حول فكرة الحياة التنافسية وإحنا بنتكلم على التنافس ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام عملت عدد من الأمور في هذا الأمر يجب أن نتطلع عليه ونتمعن فيه فكرة حتى وإنت بتكلمني على تخارج الدولة من السوق هل المفروض أعمل تخارج حالاً ولا أعمل تخارج منظم هل أنا من مصلحتي لو عملت تخارج حالاً هل أنا هتحمل الخسائر والخسائر دي مين اللي هيتحملها المواطن ولا مين لأن المؤسسات دي مملوكة للمواطن فبالتالي لازم يبقى فيه تخارج منظم من عدد من القطاعات لما بنتكلم على جدول زمن والتخارج المنظم دوت وفقاً ما يخصرش مؤسسات الدولة اللي في يوم من الأيام تدخلت اقتصادية علشان تنقذ المواطن واقتصاده من الهنهيار أو فكرة الاحتقار لأن دي كانت الأمرين المطروحين في هذا التوقيت بالتبعية عندنا العديد من الأمور نتناقش فيه ونتكلم فيه في هذا الأمر وفيه غير من الأمور ونتكلم فيه باستفادة شديدة وبصراحة شديدة ليه لا والله لو فيه فكرة كويسة لدى الحزب الديمقراطي أو حزب الوفد أو حزب الشعب الجمهور أو حزب المؤتمر أو غير من الأحزاب تتبع عشان كده أنا طول الوقت بختلف الناس تيجي تقولك على تصنيف مؤيد ومعارض العالم كله تخطى هذا الأمر فيه أغلبية فيه أكساية فيه أقلية اللي بيقيت طول الوقت ده مش في مصلحة حد لأن المزايدة أو أن تكون بوق بدون تفكير اللي تنين أكساية دار من بات